السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الاثنين 11 تشرين ثاني نوفمبر القمر اليوم موجود في برج الحوت ورحضل موجود في برج الحوت لغاية الساعة 26 دقيقة من صباح يوم الغد الثلاثاء بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 9 وست دقائق من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح وبما إن القمر موجود عندنا في برج الحوت اليوم معناته بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمنا في هذا الوقت ومنشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات والبعض ممكن يتهرب من المسؤولية أو من المواجهة والالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين واللي بيعانوا من مشاكل في الحب بيديروا ظهورهم وبيضرفوا الدموع بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب المرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغب في العمل طبعا لما القمر يكون موجود في برج الحوت ممكن بعض الأشخاص يبدأوا علاقة حب جديدة يمكننا التأمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى أو شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني أما بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون الساعة واحدة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج من واجه مصاحب عرقية اللي بتطلب منها أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود برضو بيفتقلت بعض لشجاعة لازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجؤوا للهرب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة واحدة وثلاثين دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينج يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة ومنقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقضين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة واحدة وست عشر دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن وثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بعد هاي الزاوية مباشرة بابداء عنا اللي هو انتقال كوكب الزهرة انتقال كوكب الزهرة من برج القوس لبرج الجدي رح يكون الساعة ستة وخمسة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج وطبعا رح يظل الزهرة موجود في الجدي لغاية الساعة ستة وثلاثة عشر دقيقة من مساء يوم السبت بتوقيت جرينج اللي هو يوم سبعة اتناش طبعا الحلقة كاملة بشرحاتها وتفصيلها لجميع الأبراج صارت موجودة على القناة طبعا انتقال كوكب الزهرة لبرج الجدي رح يشعر موليد برج الجدي بتحسن بيطرأ على شكلهم الخارجي وبيشعر بقوة العاطف وانجذاب أفراد من الجنس الآخر لإلهم بيستفيد معهم عاطفيا وماليا وفانيا موليد الأبراج الترابية والمائية اللهم الثور والعذرة والسرطان والعقرب والحوت وكذلك كل شخص لما انولد كانت الزهرة موجودة عنده لساعة ولادته في برج الجدي أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة عشر وخمس وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتعزز قدراتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والفن إجمالا والميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية عنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندورفين وهو الهرمون المسكن للألام عشان هيك نشعر بالألام أكثر من أي يوم آخر والمسكنات بتكون يعني ما بتجاوب بشكل كامل مع الجميع والهرمون الأخير وهو الميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم عشان هيك خلال هذا اليوم بصير فيه أرق وقلق وإزعاج حتى في النوم وبعض الأشخاص ممكن مع أي عرفوا يناموا ويكون فيه نوع من أنواع الإرباك على المستوى النفسي طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكنه لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية إلا الأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر أو بدهم يتخلصوا من الشعر الزائد أما بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهم أي مشاكل طبعا ما في أي مشكلة لا إزالة الشعر يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الحوت خلو المسار رح يكون يوم الغد الثلاثة بيبدأ الساعة 6.13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة 6.25 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمره 10 أيام الساعة 11.51 دقيقة ظهرا بنبدأ باليوم الـ 11 نهاية اليوم نسبة الإضاءة للقمر بتكون 78% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21.11 سعيدة بنسبة 45% الآن ساعة الصباح سعيدة بنسبة 70% القمر في الحوت حتى يوم 12.11 منتحس الآن بنسبة 40% ساعة الصباح منتحسة بنسبة 75% ساعة المساء منتحسة بنسبة 40% عطارة في القوس حتى يوم 26.11 منتحس بنسبة 40% الزهرة في القوس وبعدها بده ينتقل للجدي ورح تضل وجود الزهرة في الجدية ليوم 7.12 منتحسة الآن بنسبة 40% ساعة الصباح منتحسة بنسبة 10% المريخ في الأسد حتى يوم 6.12 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4.2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15.11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 19.11 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر مازال موجود في بيت متاعبكم في برج الحوت عشان هيك بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي اللي بيشعر بعراض غير اعتيادية لازم أنه يراجع الطبيب أو يتوجه للفحص والعلاج وما يهمل هذا الأمر أهم شيء أنك تأخذوا قصد كافي من الراحة خلال هذا اليوم اعملوا بشكل روتيني فقد ما تبادروا بعمال جديدة ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة أو تتجاوز مخاوف ما إلها أساس برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أو يتوجه لكم دعوة لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء علاقات الصداقة عندك بتكون جيدة وسودها نوع من أنواع التقدير والثقة المتبادلة ولكن ممكن يصور سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء من الحوار أو يكون كلام غير مفهوم ينفهم بشكل خطأ وهذا الشيء يسبب نوع من أنواع ردات الفعل برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبرضو بإمكانكم تعزيز العلاقة مع المسؤولين في مكان العمل هذا اليوم من الأيام اللي فيها زي ما نحكي أحد الشقين يا إيجابي يا سلبي فممكن تستفيد منه للتكريم أو للتوظيف أو لتعزيز مكانك بالعمل وممكن إذا تسرعت وأهملت بأعمالك أنك تشوه سمعتك صحيح أنك تتحظى بشعبية وتكون أعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح ولكن مغامراتك ومجازفاتك ممكن يخربوا عليك برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا اليوم نشاط عالي جدا بالاتصالات الخارجية أو التواصل مع أجانب الحوارات والنقاشات والأمور الفلسفية والدينية أو الدراسة أو الامتحانات أو أمور تتعلق بالجامعة على حسب تخصصك على المستوى العاطفي الأجواء جيدة لأنه اليوم بتشعروا بقوة العاطفة معدكم عنده بعض الأحلام تتعلق بسفر أو القيام بمشاريع كبيرة ولكن بدكوا تكونوا أكثر صبرا ومعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا التركيز اليوم على الأموال المشتركة يعني المال اللي معك شريك فيه بنك، ضريبة، تهمين، ميرات أموال لإلك، أموال الشريك مثل الزوج أو الزوجة أو شريك العمل رح تنشغلوا اليوم في عادة تنظيم أموركم المالية من جهة أخرى ثم ما فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى في نفقات متصاعدة بيزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء طبعا القمر موجود مقابلكم تماما صحيح أنه اليوم هذا جيد لتعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية الأجواء جيدة لتوطيد العلاقة أو للمصالحة أو للتواصل مع الأحبة بتتركز جهودك كلها على الإشي اللي بتعلق بالشراكة وبظل هذا اليوم ضاغط لأن القمر مقابلك طاقتك ضعيفة فها بدك تحاول أنك تهدئ نفسك ما تنفعل ما تتوتر ما تعصب وانتبه لصحتك أيضا برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان بيتراكم العمل عندكم اليوم لأن القمر موجود في بيت العمل والصحة فبتجدوا أن الأعمال صعبة أو عندك أعمال كثيرة وما في وقت كامل لإتمامها حاول أنك تركز على الأعمال المهمة والجيدة واللي لمصلحتك وأتممها بالكامل دون تقصير وانتبه من أي خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد زملائك بالعمل وانتبهوا بشكل جيد أيضا لصحتكم نظموا وجباتكم الغذائية خذوا قصد كافي من الراحة ممكن تجدوا يعني بعض السهولة بالمعاونة في إنجاز بعض الأعمال الروتينية أو المنزلية برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا القمر موجود في البيت الخامس إذن هذا اليوم من الأيام المميزة بالنسبة لكم على المستوى العاطفي مستوى تواصلكم مع الأحبة مع الأبناء لا الترفيه لا التجميل لا تغيير الجو كلها إن شاء الله بتكون مميزة وبتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية وبتشعروا بقوة الحظ والعاطفة والمال وبوسعكم اليوم إنه تهتموا بهواياتكم هاي فترة حظ بتقوى علاقاتك العاطفية من خلالها وبتعرف فترة من البهجة برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعا القمر موجود في البيت الرابع يعني زاوية تربيع معاك وبرضو بالمقابل هو البيت اللي يتعلق بالبيت وبالعائلة وبالعقارات إذن بينصب اهتمامك حول إدخال تعديل على مسكنك أو الاهتمام بأمور عائلية وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن يصير حدث طارق أو شيء مفاجئ ممكن صحة أحد الأحبة أو ممكن حدث يتعلق بعطل منزلي يبتطلب منك الاهتمام أكثر بعضكم ممكن يكون عنده مناسبة جميلة أو خطبة أو لقاء أو عودة مسافر برضو هاي الفترة ممتازة للاهتمام بمسائل العقارات أو حتى ترميمات أو ديكور برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا هنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات خلال هذا اليوم والحوار والنقاش بأنواعه حتى الاهتمام بما يتعلق بالاتصالات والمواصلات يعني سيارة، إلكترونيات، تليفون، أشياء من هذا القبيل إما شراء أو بيع أو صيانة ولكن بتكون أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة عندك قدرة على الإقناع والحوار والنقاش والتسويق أيضا وبتستفيد من علاقاتك مع المحيط ورغبتك قوية بالتقرب من أحباك برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو اليوم طبعا التركيز على الأمور المالية بما أن القمر في البيت الثاني إذن اليوم في فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم أو هدايا مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات المتصاعدة وبرضو بتكون تنتبهوا من النصابين والمحتالين وما في داعي للمغامرات والمجازفات المالية صحيح أنك رح تعرف سهولة في أعمالك اليومية وأيضا في الحصول على الأموال والأرباح ولكن المصاريف الزيادة برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة اليوم وإنتوا اليوم أكثر نشاط وحيوي بما أن القمر موجود عندكم حتى طاقتكم مرغوبة من الجنس الآخر وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم ممكن تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي أهم شيء أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تخلي أي شيء ينكد عليك أو يستفزك طنش عش تنتعش هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر